اشتركوا في القناة منويا الى ان هذه الاستراتيجية جاءت تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائل الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز فاعلية اداء القطاع الحكومي ودعم مقاومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين مبينا في هذا الصدد الدعم المستمر الذي تقدم هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مسيرة التحول الالكتروني لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والتي توجدت اليوم بالتشغيل الفعلي لمشروع الموثق الخاص وهو المشروع الذي يهدف الى تطوير خدمات التوثيق عبر اسناد بعض الخدمات الى القطاع الخاص وفق اطور قانونية واجرائية منظمة ومحكمة حيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص الى جانب توفير امكانيات قياس الاداء جاء ذلك خلال الاعلان عن اطلاق حزمة الخدمات الالكترونية للموثق الخاص الهدفة الى تطوير خدمات التوثيق بدوره اثنى السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على التطور الذي تشهده منظومة العدل في مملكة البحرين والدور المحوري الذي تلعب في تحويل القطاع الحكومي من مشقل الى منظم للخدمات موضحا ان الهيئة وفقا لمخرجات المنتقى الحكومي 2018 تعمل على تطوير الاداء الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق افضل الممارسات في اطار من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق اقصى درجات رضى المتعاملين مع الاجهزة الحكومية اشتركوا في القناة